اشتركوا في القناة ومن غير الإخوة الفلسطينيين أكثر معاناة من أطماع العدو الإسرائيلي بمياههم ومن أكثر معرفة وتقديرا لقطرة المياه والحاجة إليها وكيفية المحافظة عليها وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها واسترجاعها إن الأمن المائي العربي أيها الإخوة هو الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة لشعوبنا وتنمية مستدامة لبلداننا وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة اللهم إذا ما أحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء أحسن إن وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه قد دفع بها بحسب قدرات كل منها المالية والاقتصادية إلى اعتماد برامج وأليات وإرساء استراتيجيات تجهد في سبيل تطبيقها سيما وإن الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي قد ضاعف الحاجة إلى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة إلى بناء منشآت منشآت معالجة المياه المبتذلة من جهات أخرى لقد أبرزت الأزمات المتلاحقة في السنوات القليلة الماضية لا سيما جائحة كورونا وتفشي الكوليرا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بها أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي في بلداننا وما لها من تدعيات خطيرة على الصحة العامة لذلك كلنا ثقة أن هذا المؤتمر بنسخته الرابعة سوف يخرج بتوصيات عملية تكون على مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا وشعوبنا سيما وإن الأهداف الموضوع له تقارب معظم المشاكل التي من بها القطاع وتطرح الحلول العلمية لها السيدات والسادة يكمن التهديد الأكبر للأمن العربي في الأطماع الخارجية في مياهنا إن عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان أو اغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعة في لبنان لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينية وتعزيز التكامل والترابط شرطاً لاسترداد الحقوق والحفاظ عليها لكن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجد نفعاً ما لم نولي اهتماماً بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية وما لم نعالج الهدر التقني وغير التقني وأهملنا المخططات التوجهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه ولم نجري الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة إذن إن تأمين الأمن الماء العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل وهو أيضاً مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن استعمالها ليكون مردودها مضاعفاً وسبيلاً لتنمية المجتمع ختاماً أهنئ دولة فلسطين واللجنة المنظمة على العمل الجدي في تحضير المؤتمر العربي الرابع للمياه وأجدد دعمي باسم المجلس الوزاري العربي للمياه للمبادرات التي سيبحثها هذا المؤتمر وأتمنى النجاح لفعالياته لما فيه مصلحة شعوبنا العربية وشكراً ترجمة نانسي قنقر